اوكي بسم الله الرحمن الرحيم استكمل معاك موضوع ال Call Instruction و Delay Instruction و SubRoutines في عندي هنا برنامج راح اشرح لك يا لاحقا ان شاء الله في المين بروغرام انا بستدعي 2 SubRoutines واحد اسمه Table وهذا بدايته هون واحد اسمه Delay وهذا بدايته هون نشوف كيف نعمل Run لهذا البرنامج و كيف يستخدم ال Call Instruction اه بالمناسبة هون في عندي اشي اسمه L-Stack Area انا مفرجك يا عشان اقولك شو قاعد بصير هذا هون Top of the Stack Level 1, Level 2, Level 3 لغاية Level 8 اعمل Reset اوكي و اعمل Run انا قاعد للبرنامج وقف عندي ال Instruction Call Table Call Table شو راح تساوي راح تنقل مسار للبرنامج لوين لتابو لهون اوكي و شو راح تساوي راح تخزن ال Address تبع ال Next Instruction اللي هو Address 019 اللي هو ال Address تبع الموف ال Address تبع الموف اه تخزن وين Top of the Stack نشوف الان اوكي و راح تنتقل مسار كمل سار البرنامج لما يكمل سار البرنامج راح يرجع لوين راح يرجع لل Instruction Move راح يرجع لل Instruction Move راح يرجع لل Instruction Move خلينا حط عندها breakpoint اشان تأكد انه فرجيك انه وقف هون حيات وقف هون ما حل ما حطيت انا breakpoint الانستركشن الوراه تستدعي call delay call delay راح يقولني لين للدلي هون وشو راح يساوي راح يخزن الانستركشن 1B اه اصف الادرس 1B راح خزنه اين محل هاي اوه اوكي call راح لهون وخزن الانستركشن الانستركشن اوكي الان لما يرجع بالعود خلينا نزل لعند الرتن حين نزل لعند الرتن الرتن الانستركشن الى الانستركشن اللي موجودة الي هي الاكتركشن خلينا واكف البرنامج هون ترجيك انه رح يرجع لهون نشوف هيا ترجم فشفت انت هون كيف الCall والReturn بتنتقل وبتستخدم الStack Area